اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل الله طاعاتكم في هذه الأيام المباركة وكل عام وأنتم بألف خير أيام قليلة تفصلنا عن ولادة رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم نصل وإياكم إلى فقرة تعلم اللغة الفارسية ووصلنا إلى الدرس الخامس والعشرين من المستوى الأول ويسرنا في هذا اللقاء أن صديف الأستاذ في اللغة الفارسية الأستاذ محمد محيو السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم أستاذ محمد السلام عليك زميلتي فاطمة أحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان أهلا وسهلا بكم اليوم وصلنا إلى الدرس الخامس والعشرين نتابع في هذا الدرس استعمالات المصدر دوشتان دوشتان هو مصدر الملكية هو مصدر الملكية المعنى دوشتان هو مصدر الملكية منفردا إنما إذا اقترنا باسم آخر يتبدل المعنى ويصبح شيء آخر سنستعرض عدد من هذه الأمثلة في درس اليوم تفضل نعم دوشتان إذن كما ذكرنا المصدر دوشتان وضعته كعنوان ولكن أبدأ هنا فارزش 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 وهي أي رياضة كما هي ظهر في الصور فارزش ها رياضات سبورتس يعني باللغة الإنجليزية ما هي هذه الرياضات التي سنذكر بعضا منها وليس كلها فوتبال نراحظ هنا كيف الألف مفخمة وليس كلها فوتبال فوتبال دو شرخ سفاري سفاري دو شرخ بسكليات أو دراجة هواية دراجة هواية سفاري ركوب الدراجة الهواية أي رياضات ركوب الدراجات الهواية ورياضات ممارسات كرة القدر نعم بسكتبال أسب سفاري بسكتبال وهي كرة السلة كما نعلم نفس الكلمة أصبحت في اللغة الفارسية بسكتبال أسب سفاري أسب سفاري أسب بمفردها أخوتي الكرام هو الحصان الخيل سفاري كما ذكرنا منذ قليل ركوب الخيل رياضة ركوب الخيل نتابع كما قلنا دوشتان حين يقترن باسم آخر يصبح المعنى غير الملكية نعم بفراغ على لغة دوشتان هذا التركيب أخوتي الكرام في اللغة الفارسية بمعنى يهوى شيئا ما رياضة لغة شيء الإنسان يهوى يهوى أو يحب ولكن لشيء ما لهواية ما هذا التركيب يتألف من ب فراغ على لغة دوشتان كما قلنا سابقا القسم الأول من المصدر المركب وهذا مصدر مركب ثابت القسم الأول أم القسم الثاني فهو متحرك ويمتم تصريفه في الزمن الماضي أو الحاضر السؤال الأكثر تداولا في هذا السياق شمان بكدام فارزش على غة دوريد واحدة واحدة شمان على غة دوريد شمان بمعنى أنتم ولكن هنا نقول شمان للاحترام المقصود هنا أنت أو أنتي ولكن للاحترام نقول شمان أنت ماذا تحب؟ أنت تحب تهوى بكدام كدام أي فارزش رياضة إن جمعنا كل الكلمات مع بعضها البعض أي رياضة تحب أي رياضة تحب لماذا أفرق بين تهوى وتحب؟ سنرى في آخر هذا الدرس إذن ما هي الرياضة التي تحبها؟ ما هي الرياضة التي تهواها؟ إذن كدام ولكن علينا احترام هذا التركيب نضع هنا الجواب ثم علاقة لنرى في أول مثال هنا أخوتي الكرام لدينا حوار لنستعمل فيه هذا السؤال شمابي كدام فارزش على غي دوري أخي المشاهد أخي المشاهدة إن طرح هذا السؤال يريد السائل أن يعرف ما هي الرياضة التي تحبها؟ من؟ الإجابة تكون من بفوتبول على غي دورا؟ كما نعرف الصورة فوتبول أنا أهوى قرات القدم أحب قرات القدم إذن من؟ على غي دورا؟ أنا أحب الفوتبول المعادة لها في اللغة الفرسية يجب أن أضع بي هنا بي بي فوتبول على غي دورا؟ نتابع أحمد إذا سألنا عن شخص اسمه أحمد بي كدام فارزش على غي دورا؟ ماذا يحب أحمد كرياضة؟ وعلى غي دورا؟ هو يحب وبأسب صوري على غي دورا؟ إذن هو يهوى؟ ممارسة رياضة ركوب الخيل نادر بي كدام فارزش على غي دورا؟ ماذا يهوى نادر في الرياضة؟ وبباسكتبول على غي دورا؟ هو يهوى؟ ممارسة رياضة كرة السلة؟ كرة السلة نعم زهرة بي كدام فارزش على غي دورا؟ زهرة أي نوع من الرياضة تحب كما نرى في الصورة؟ وهي بي كاراتي على غي دورا؟ هي تحب رياضة الكاراتي؟ نتابع فرح بي كدام فارزش على غي دورا؟ بأي رياضة تحب تحواها؟ و بي كوه نفردي و بي كوه نفردي ما معنى كوه نفردي؟ تسلق الجبال هي تهوى تسلق الجبال نتابع شما بي كدام فارزش على غي دورا؟ نعيد السؤال بشكل حواري؟ نعم الجواب يكون من بي دوت شارخي سابوري على غي دورا؟ أنا أعتقد أن الأمر أصبح واضحا؟ كيف نستعمل هذا التركيب؟ بي الكلمة الرياضة على غي دورا؟ نتابع نتابع على الشاشة شما بي كدام فارزش على غي دورا؟ نستعمل رياضة أخرى من بي ماهي غيري؟ ماهي سمك غيري أخذ أخذ السمك أي صيد السمك إذن أنا أهوى أحب صيد السمك نتابع شما بي كدام فارزش على غي دورا؟ نتابع من بي سكي على غي دورا؟ يعني رياضة التزلج على ثلش نعم التزلج شما بي كدام فارزش على غي دورا؟ من بي بوكس رياضة الملاكمة؟ رياضة الملاكمة أنا أهوى رياضة الملاكمة الآن لدينا هنا رياضة ذهنية شما بي كدام فارزش على غي دورا؟ من بي شترانج على غي دورا؟ هواية مبارسة لعبات الشترانج الشترانج نأتي الآن إلى نضع كل هذه المعلومات ضمن متن صغير نعم هذه دروس مرات معنا اسم ديود أحمد أست اسم صديقي هو أحمد وبستو دو صالي أست هذا التركيب أي العمر يبلغ من العمر؟ نين وعشرين عام وتابع ودونس جوية رشتية أدبياتي فارسي أست هو طالب باختصاص الأدب الفارسي وبي زباني فارسي على غي دورا؟ ماذا أفصل هذه الجملة؟ بي زباني فارسي على غي دورا؟ أي هو اللغة الفارسية وي هو اللغة الفارسية نفس التركيب الذي استعملناه مع الرياضة مع الرياضة نعم بالضبط و بسكتبول شاترانج شاترانج وإسكيرا دوست دورا هنا هو رياضة البسكتبول الشاترانج والإسكي ولكن ما الفارق بين هذه الجملة والجملة التي سبقها؟ هنا استعملنا دوست دورات نعم هو دوست دورات دوست دورات من دوست دوستان هذا فعل المحبة نعم أحبة دوست دوست يعني أحبة هذه توجه للبشر ولغير البشر أما علاقة دورات فهي فقط للأشياء نعم أما دوست دوستان يعني للأشخاص للأشخاص علاقة دورات يعني للأشياء 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 غير الإنسان نعم كيف أصبحت تركيب هنا؟ دوست دورات هو يحب بسكتبول شطرانج وضعنا علامة المفعول ولكن مع علاقة دورات لا نضع أبدا هذه العلامة لا نضع علامة المفعول لماذا؟ سبق علاقة دوستان لا نضع لا نضع لا نضع هذا كلناس اسم دوست من أحمد است وو 22 ساله است وو دونجوه رشته عدبات فرسي است و به زبان فرسي علاقه دورات او خونا؟ به زبان فرسي علاقه دورات لا نضع بسكتبول شطرانج بسكيرا دوست دورات لا نضع هنا في بي لا نستعمل علامة المفعول أما مع دوست دوستان استعملنا علامة المفعول هذا الفرق بين دوست دوستان وعلى الأبيت شيء أبيت شيء زي علاقة دوستان إذن أستاذ محمد محيو أكملنا هذا الدرس على أمل أن يطبق المشاهدون ما تعلموه اليوم شكرا جزيلا لنا أيضا لقاءات في الأسابيع القادمة نتعلم فيها الأكثر والمزيد ضمن تعلم اللغة الفارسية شكرا لك شكرا لك